تعرف المجموعات الوظيفية بأنها مجموعة ذرات أو روابط ذات سلوك كيميائي يمكن التنبؤ به وتتضمن العديد من المركبات العضوية مجموعات وظيفية وسيستعرض درسه اليوم المجموعات الوظيفية الأكثر شيوعاً لنبدأ بالألكين الألكين مركب يحتوي على رابطة كربون كربون مزدوجة وهذه هي رابطة كربون كربون المزدوجة كما تشير الصيغة البنائية للألكين الرمز R يشير إلى بقية المركب وعادة ما ترمز R إلى ذرات الكربون أو الهايدروجين لنستعرض مثالاً على الألكين انظروا إلى الرسم المبين أمامكم على الجانب الأيمن إن هذا الجزء يحتوي على رابطة كربون كربون مزدوجة وهذا يعني أنه ألكين حسناً كيف يمكنكم تسمية هذا الألكين؟ إذا كان الألكين يحتوي على أربع ذرات كربون كما في الرسم المبين أعلاه فإن بادئة اسم هذا الألكين هي بيوت وبما أنه ألكين فإن اسم هذا الجزء ينتهي باللاحقة إن وليس أند كما في الألكانات أي أن اسم هذا الألكين هو بيوتين لذلك اكتبوا هنا بيوتين أما بالنسبة لطريقة تسمية هذا الجزء فإن عليكم البدء بالترقيم من عند الرابطة المزدوجة بحيث تأخذ ذرات الكربون هذه الرقم واحد ومن ثم يستكمل الترقيم على النحو الآتي اثنان، ثلاثة، أربعة بما أن الرابطة المزدوجة تبدأ عند ذرة الكربون رقم واحد فإن عليكم كتابة رقم واحد قبل البيوتين على النحو الآتي واحد بيوتين إليكم مثالاً آخر على الألكين انظروا إلى هذه الحلقة إن اسم هذا الجزء هو الهكسان الحلقي ولكن إذا أضيفت إليه رابطة مزدوجة فإن اسمه يصبح الهكسين الحلقي فهذا الجزء يحتوي على رابطة كربون كربون مزدوجة مثل هذا الجزء في المثال السابق أي أن كليهما يحتوي على مجموعة الكين وظيفية ولهذا السبب يخضعاني لنفس أنواع التفاعلات الكيميائية أي أن لكليهما سلوك كيميائي يمكن التنبؤ به وهنا تكمن أهمية تحديد المجموعات الوظيفية الموجودة في الجزئات لنستعرض مثالا آخر على مجموعة وظيفية أخرى ألا وهو الألكاين الألكاين يحتوي على روابط كربون كربون ثلاثية والآن انظروا إلى الرسم الموجود على الجانب الأيمن رقموا سلسلة الكربون في هذا الجزء على النحو الآتي واحد اثنان ثلاثة أربعة إن هذا الرسم المبين أمامكم يشير إلى أن بنية الألكاين خطية فهذا القسم من الجزء خطي وزاوية هذه الرابطة خطية وهذا ما يفسر سبب رسم الألكاين على شكل خط مستقيم كما ذكرنا قبل قليل أن هذا الجزء يحتوي على أربع ذرات كربون أي أن بادئة اسم هذا الجزء هي بيوت وبما أن هذا الجزء يحتوي على روابط كربون ثلاثية فهو ألكاين أي أنه سينتهي باللاحقة آين بالتالي اسم هذا الجزء هو بيوتاين لاحظوا أيضا أن رابطة كربون كربون الثلاثية تبدأ عند ذرة الكربون رقم اثنان لذا يكون اسم الجزء بالكامل وفقا للتسمية النظامية آيو باك هو اثنان بيوتاين والآن انتقل إلى المجموعة الوظيفية الثالثة ألا وهي هذه الحلقة هذه الحلقة تمثل الأرين أو ما يعرف بالحلقة الأروماتية وهي مكونة من ست ذرات كربون وتحتوي على روابط أحادية وثلاث روابط مزدوجة لكن احتواء هذه الحلقة على روابط مزدوجة لا يعني أنها الكين فالأرينات تتفاعل بطريقة مختلفة عن الألقينات وهذا ما يفسر سبب تصنيفها كمجموعة وظيفية مختلفة انظروا إلى الرسم الموجود على الجانب الأيمن إنه يمثل الأرين أو الحلقة الأروماتية لاحظوا أن هذا القسم من الجزيء يمثل البنزين لذا اكتبوا هنا بنزين وهو مركب عضوي مشهور جداً وحلقة البنزين هذه تتفرع منها مجموعة ميثيل أي أن اسم هذا الجزيء هو ميثيل البنزين ولكنه ليس الإسم الشائع لهذا الجزيء إذ أنه يشتهر باسم التولوين والتولوين ميثال على الأرينات إذ أنه يحتوي على مجموعة الأرين الوظيفية وهذا يعني أنه يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل فيها البنزين لنتعرف إلى مجموعة وظيفية أخرى ألا وهي هاليد الألكيل إن الهاليدات تشير إلى الهالوجينات والحرف X يرمز إلى الهالوجين وقد يكون هذا الهالوجين ذرة كلور أو ذرة بروم بينما تمثل R مجموعة الكيل انظروا إلى المثال الموجود على الجانب الأيمن أدنى لاحظوا أن ذرة الهالوجين في هذا المثال هي ذرة لكلور CL بينما تمثل مجموعة الإيفيل CH3 مجموعة الألكيل إذ أن R تمثل هنا مجموعتين CH2 و CH3 أي أن اسم هذا الجزيء هو كلوريد الإيفيل كما ويمكن تسمية هذا الجزيء باسم كلورو الإيفان المجموعة الوظيفية التالية هي الكحول جزيء الكحول يحتوي على مجموعة OH و مجموعة R التي تمثل بقية الجزيء فعلى سبيل المثال يحتوي هذا الجزيء على مجموعة هيدروكسيل OH بينما تمثل R مجموعتين CH2 و CH3 أي أن هذا الجزيء يحتوي على ذرتين كربون ولذلك فإن بادئة اسم هذا الجزيء هي إيف وبهذا يكون اسم الجزيء الكامل هو إيثانول لنتعرف إلى المجموعة الوظيفية التالية ألا وهي الإيثر لاحظوا أن هذا الإيثر يحتوي على ذرة أكسوجين مرتبطة بمجموعتين R عند كلا الطرفين وقد تكون مجموعة R هاتين متماثلتين أو مختلفتين فعلى سبيل المثال مجموعة R في الرسم الموجود على الجانب الأيمن متماثلتان إذ أن ذرة الأكسوجين ترتبط بمجموعتين إيفيل أي أن اسم الجزيء هو ثنائي إيفيل الإيفر وهو جزيء مشهور جداً ويشار إليه عادة باسم إيفر فقط وثنائي إيفيل الإيفر هي إحدى طرق تسميات هذا الجزيء انتقلوا إلى هذه الصيغة البنائية الأخرى إنها تمثل الثيول والصيغة البنائية للثيول مشابهة جداً للصيغة البنائية للكحول إلا أنه بدلاً من أن ترتبط بمجموعة OH سترتبط بمجموعة SH أي أنه يحتوي على ذرة كبريت S بدلاً من ذرة أكسوجين O انظروا إلى الرسم الموجود على الجانب الأيمن لاحظوا أن هذا الجزيء يحتوي على مجموعة SH ومجموعة إيفيل أي أن اسم هذا الجزيء هو إيفانثيول انتقلوا إلى المجموعة الأخرى ألا وهي مجموعة الكبريتيد إن الصيغة البنائية للكبريتيد مشابهة للصيغة البنائية للإيفر الصيغة البنائية للإيفر هي ROR والصيغة البنائية للكبريتيد هي RSR الإيفر يحتوي على ذرة أكسوجين بينما يحتوي الكبريتيد على ذرة كبريت انظروا إلى هذا الرسم الموجود على الجانب الأيمن لاحظوا أن ذرة الكبريت ترتبط بمجموعتين إيفيل أي أن اسم هذا الجزء هو ثنائي إيفيل الكبريتيد والآن دعونا نتعرف إلى المجموعة الوظيفية الأخيرة في هذا الدرس ألا وهي الأمين إن الأمين كما هو مبين في هذه الصيغة البنائية يحتوي على ذرة نيتروجين N مرتبطة بثلاث مجموعات R أو ذرات هيدروجين H انظروا إلى الرسم على الجانب الأيمن لاحظوا أن الأمين يحتوي على ذرة نيتروجين محاطة بزوج من الإلكترونات غير المرتبطة وترتبط من كلا الطرفين بمجموعتين إيفيل وترتبط من المنتصف بذرة هيدروجين أي أن اسم هذا الجزء هو ثنائي إيفيل الأمين إذن تعرفتم في درس اليوم على أهم المجموعات الوظيفية وصيغتها البنائية العامة